اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في دروس التاريخ كيفاش انه ازم التسعة وعشرين كانت هي اللي مهدت للتوتر العالمي الكبير اللي ادى الى الحرب العالمية الثانية دونك كان فما هاجس عند الحلفاء هو انه كيفاش بعد الحرب العالمية الثانية نعملوا منظومة اقتصادية مالية عالمية خاصة فيما يتعلق ب لتوتشانج معناتها اسعار الصرف فيمتع العمولات فيما يتعلق به النسبة التضخم كيفاش يتم التحكم فيها في العالم باش نتجنبوا انه الازمات هذي تؤدي الى حروب كبيرة يصرتوه كانت فما مخاوف عند الولايات المتحدة الامريكية من انه اذا صارت ازمات كبيرة فاني بيشتحل باب للمادة الشيوعي خاصة في اوروبا وفي دول العالم الثالث كانوا يخموا باش يعملوا ان سيستام السيستام هذي ينبثقوا عليه كما قلنا الزوز مؤسسات اللي هما صندوق النقد الدولي والبنك العالمي البنك العالمي مهمته اساسا تنموية و معتها اعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية ولكن بعد ولات مهمته التنموية بشكل عام و صندوق النقد الدولي كانت مهمته هي ضمان الاستقرار المالي في العالم كانت عنده مهمة اساسية اختفات مع 75 76 اللي هي مسئلة خطر إلى حدود اخر السبعينات كانت لانه من الحاجات اللي انبثقت على بريتونود هي استعمال الدولار الامريكي كعملة عالمية ديور الهيمنة منتع الدولار لليوم في العالم مربوطة بهذاية الدولار الامريكي كان مربوط بسعر الذهب و لفمي كان دوره انه هو يتحكم في كيفاش الدول تحدد قيمة العملة متاعها في علاقة بمخزونها من الذهب او من الدولار الامريكي اللي هو مقابل للذهب في جاء نيكسون في السبعينات نحى العلاقة بين الدولار الامريكي والذهب بربي فما حاجة فوتها هي الفكرة من اللول بالكل كانت انه لفمي باش يكون بانك سنترال مانديال بيسور الامريكان ممشوش فيه لانه يعتبروا اذا باش الدولار هو اللي باش يكون العملة هذي باش ينحيلهم من السيادة متاعهم ومن المارج متاع السياسة الاقتصادية متاعهم باش تولي حاجة عالمية دونك ما مشوش في انها تكون بانك سنترال مانديال ولكن منظومة اللي ممثلين فيها لبانك سنترال متاع العالم الكل قلنا في السبعينات كي تنحعت الربط بين الدولار الامريكي وسعر الذهب تنحع كالدور متاع التعديلي في اسعار صرف العمولات ولكن بقعد لفمي في دوره متاع انه هو يقرض الدول بور اي في تي انها توصل الى وضعية الافلاس وانها ما تخدصش الديون متاعها دونك اليوم هدايا واحدة من اهم المهام متاع لفمي ودول العالم الكل تنظر للافمي انه هو متاع انه الدول ما تدخلش في سياسات اقتصادية خليقول بين الظفرين غير عقلانية وإلا مجنونة وتصرف بدون حساب والتضخم يكبر بشكل كبير والشماج يزيد لانه هذه هي الحاجات اللي تأثر على الاستقرار العالمي وعطين ضمانة انه لفمي دولة اللي عندها صعوبات اقتصادية تمشي لفمي لفمي يفرض عليها الاصلاحات الضرورية بش ترجع في الكريتير متاع الاستقرار المالي وهذاك عليش الدور متاعه مهم اليوم خلافا لقبل اللي كان راهوا معناتها عمولات كما قبل يمكن اللي جون ما يذكروا همش الفرنك الفرنسي والدوتش مارك وعمولات اخرى اللي هي مربوطة بالبونك مونديال هي تتحكم في اسعار الصرف اليوم معتش هذية دور الفمي ولكن قعد الدور متاعه هو ضمان لاستابيليتي متاع الدول وانها متوصلش للإفلاس بيانسوا يسالف الفلوس في مقابل برنامج متاع اصلاحات تهتم تلتزم بها الدول بقى انه هذا يا باي نجم يظهر كلامي جيبي ولكن فما نقض الفمي انه العديد من الاقتصاديين والسياسيين يقولك الفمي ينظر للامور امور ارقام امور احصائيات ولكن ما يشوفش التأثير السلبي متاع الاصلاحات الي هو يجبر الدول بيش تقوم بها وهذا شفناه اللي صار في عدد كبير من الدول وايضا التسعينات اللي فم دول انفجرت اجتماعيا نتيجة الاصلاحات اللي فرضها الفمي الفمي من جهة يقول لا رو احنا غيرنا طريقة التعامل هذه واللينا ناخذه بعين الاعتبار المعطى هذية ولكن الكلفاج هذية قعد بين الناس اللي يقولوا انه الاجتماعي قبل الاقتصادي والاستقرار المالي و الناس يقولوا لا راهوا من نجمه نوصلوا لاستقرار الاجتماعي صحيح وعلى قاعدة الا ما يكون فما استقرار اقتصادي ومالي ولليوم يقعد الفمي هو الريفرانس كان لاحظت احنا بش نتسلفوا 1.9 مليار دولار من الفمي احتياجتنا اكبر برشا علاش على خطر مربوطين باللفمي خطر المؤسسات المالية وإلا الدول كما مثلا الاتحاد الاوروبي وإلا المؤسسات المالية الكبيرة يقول لك احنا اعمل الاتفاق مع الفمي احنا نسلفوك دونك قاعد الفمي هو الجرام بش يعطي البال انه البلاد هذيك قاعدة تقوم باصلاحات تنجمو تسلفوها وراو اموين تيرم بش تسترجع عافيتها دونك هذي شنوها الفمي علاش اليوم قاعدين نحكي وعليه بحجم كبير رغم انه احنا اللي بش نسلفوه فلوس من غير الفمي اكثر من الفلوس اللي بش تسلفوها من الفمي ولكن موقعه كمؤسسة اللي هي تضمن الاستقرار المالي العالمي كما خرجت على بريتوني ووود ولكن كما تطورت من بعض المهام متاعه يخليه ديما في علاقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي متاع الدول هذي كعلاش اليوم احنا كبلاد اليوم ما زالت الناس والعالم والدول والشركاء ينظروا لنا من منظار وصلتوا الاتفاق مع الفمي وإلا لا كيفش منعاونوكم باش توصلوا الاتفاق معاه دونك هذا اليوم ش نجموا قلوا على اهمية دور الفمي يعطيك صحة اييد بارك الله